سعيا منها للمشاركة في حل النزاعات بين المزارعين والرعاة في مختلف العراض الشادية لا سيما في ولاية السلامات منظمة الأمم المتحدة للأغزية والزراعة الفاو نظمت هذه الورشة التدريبية لفني مندوبية وزارة الزراعة والسرع الحيوانية بالولاية وذلك من أجل حسهم حول ضرورة المساحمة في حل النزاعات بين المزارعين والرعاة بالمنطقة ممثل منظمة الأمم المتحدة للأغزية والزراعة الفاو بالولاية أشاد بهذه البادرة الحامة التي تقوم بها منظمة الأمم المتحدة للأغزية والزراعة الفاو كما أكد بأن المنظمة لحى وجود فعال في الولاية أما الخبير الفني بمنظمة الفاو مولينجار أنجوندو أكد خلال مداخلته بأن منظمة الأمم المتحدة للأغزية والزراعة الفاو قررت بأن تقف ميدانيا إلى جانب الحكومة للمساحمة في فض النزاعات بين المزارعين والرعاة وفي مداخلته أثناء افتتاحه لعمل هذه الورشة مندوب وزارة السرع الحيوانية والإنتاج الحيواني بولاية السلامات محمد بشارة شكر منظمة الأمم المتحدة للأغزية والزراعة الفاو على سعيها الدائم لمساندة الحكومة في شتى المجالات مؤكدا بأن المنظمة سيكون لها دور فعال للمساحمة في فض النزاعات بين المزارعين والرعاة بالمنطقة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر